سجلها عليها النقطة لن يكون هناك رئيس مجلس النواب من الأحزاب اللي هي خلينا نقول ما تمثل نص عدد أعضاء حزب تقدم للأحزاب الأخرى داخل المكون وسيكون هناك ذهابهم بهذا الاتجاه سيكون هناك انسداد سياسي وسيرجح أنا كرأي الشخصية الذهاب نحو تعديل الفقرة لأنه ما يتحقق النصاب هذا رأيي شخصي لن يتحقق النصاب وأعتقد من استطاع أقناع بعض الأشخاص داخل الإطار التنسيقي سيحرجهم بالمرحلة المقبلة لأن لن يستطيعوا انتخاب شخص آخر من خارج حزب تقدم تحدثت عن أن ربما نصل إلى مرحلة الانسداد لن يتم أو سوف يتم تعديل النظام الداخلي في حال إصرار اليوم الإطار التنسيقي على عدم الذهاب لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وبالتالي الذهاب بالسيناريو الذي تعرفه ماذا سيكون شكل موقف حزب تقدم في هذه اللحظة أولا لماذا الإصرار هو خارج الدستور هو شيء دستوري وهو ذات السؤال لماذا تراجع أيضا إطار التنسيقي سيد محمد كان متفق عليه يعني هذا الأمر كان متفق عليه وإذا هو على العرف السياسي فالعرف السياسي دائما ما الأغلبية المكوناتية السنية والشيعية هم من يجلبوا برئيس الوزراء ورئيس إلا عند الكرد كان الموضوع تسوية لإنسداد سياسي واستمر لأشهر وموضوع انتخاب رئيس الوزراء الأغلبية المكوناتية الشيعية هي من ذهبت باتجاه ترشيح رئيس وزراء والأغلبية اليوم المكوناتية السنية ترشيح رئيس برلمان هذا عرف سياسي أنتوا أسستويا أخواننا طيب جميل سيد محمد استثمارا للوقت أنت تعلم أن السيد شعنالي كريم قد استقال من حزب تقدم وفي حال فتح باب الترشيح لأسماء أخرى جديدة لمنصب رئاسة البرلمان من سوف يكون مرشحكم عدنا 43 عضو مجلس نواب كلهم ثقة وكلهم يمثلون وكلهم قادة ونثق بيهم وإن شاء الله يعملون ملي أجل مصلحة فقط المكون السني لأننا نحجنا كحزب تقدم نعمل من أجل مصلحة الشعب العراقي سواء كان في البصرة أو بالناصرية أو بالسماء أو في أربيل في قريم كردستان كلهم يمثلون وكلهم أخوتنا ولكن اعتراضنا أن هذا استحقاق انتخابي وجماهيري وهذا عرف سياسي سياسين هم أسسوهم وإحنا شكرا جزيلا لك سيد محمد أكرم مالغريري وأنت عضو حزب تقدم كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك